قبل بداية المقطع إذا كنت تحب الكرير مود فراح ترك لكم تحت رابط قناة يعني في الدسكريبشن وفي التعليقات اشتركوا عنده قناة جدا جميلة صالح قيمر 1998 اشتركوا عنده بس وفعلوا جرس التنبيهات واستمتع في القناة يعني وأنا حاليا في الفترة عنا شوية قاطع الكرير مود رح أرجع لأيام القادمة بإذن الله فهو قاعد نزل لكم مهنة مدرب الهلال ونزل لكم سلاسل ثانية في القناة فإيالتي إذا كنتوا تعزوني وتحبوني تشتركوا عنده وما تقصروا معاه وخلونا نوصل إلى 500 مشترك بس باقي له 160 أعتقد أنكم قدح بإذن الله يعني ممكن في 5000 واحد يشوف ذلك المقطع فما رح يضركم لو دخلتوا على الرابط اللي تحت واشتركتوا عنده وتابعتوا مقاطعه وبس أترككم مع المقطع بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم فارس أو فارس وفي شاء المقطع جديد مقطعنا اليوم رح يكون توقعاتي للجولة السادسة من الدور السعودي فجمع مبارك عليكم أول شيء ثاني شيء ياريت إذا كنت جديد على القناة تشترك وتفعل جرس تنبيهات خلونا نوصل 55 ألف مشترك فأقرب وقت بإذن الله فنبدأ اليوم في المباريات اللي عندنا في هذه الجولة زي ما تم تعودين دائما توقعاتي للجولة فما رح يعني اليوم معلق عليك المتفاق أوكي لكن ما رح أعطيكم تقيب النتائجة رح أحاول أعطيكم بس توقعاتي وإذا ممكن أقدر أعطيكم النتيجة رح أعطيكم النتيجة أوكي أوكي اتفقنا اتفقنا طيب حلو حاليا انتم شايفين ذي الجولة طبعا تأجلت مباريات الهلال والنصر اليوم الخميس ليش عشان نهاية كأس الملك اللي هو رح يكون بإذن الله يوم السبت غدا بإذن الله رح ترك لكم المقطع فوق رح تلقوه في حرف الآي وبرضو رح تلقوه في نهاية شلسة المقطع المقطع برضو حق الهلال والنصر توقعاتي للمبارا فعشان كذا إذا ما شفتوه روحوا شوفوه وارجعوا بعدين نتابعوا هذا المقطع على العموم طولت كثير في الكلام نبدأ سريع نشوف ترتيب الدوري وبعدين نعطي توقعاتنا ترتيب الدوري السعودي الأول هو عندنا نادي الهلال بـ 13 نقطة ما خسر أي مبارا الثاني الشباب بـ 11 نقطة ما خسر أي مبارا الثالث الفتح بعشرة الرابع الرايد بعشرة الخامس الاهلي بعشرة فالاهلي والرايد والفتح منافسة قوية بينهم بكل مانا يجي بعدهم الفيصل التعاون للباطن القادسية للاتحاد الاتفاق أبهى العين الوحدة والنصر وضمك النصر والوحدة غريبين بكل مانا الثاني والرابع الموسم الماضي حالين هم في آخر مركزين وبكل مانا الوحدة نخفض مستوى كثير 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 والنصر يعني برضو نخفض مستوى يعني من ناحية الانتصارات لكن داخل الملعب أداءهم كويس بس مهم قادرين يجيبون انتصارات تعرفتوا كيف هذه مشكلة النصر بكل مانا على العموم الآن نبدأ نشوف مباريات الجولة أول مبارا عندنا الشباب وضمك الشباب عندنا في هذا الموسم هو المركز الثاني أما ضمك المركز 16 وبكل مانا ضمك هذا الموسم سيء طبعا جات صورة ما عليكم منها رح حاول غطيها في المنتاج على العموم الشباب وضمك مباراة بكل مانا يعني محسومة من طرف واحد بنائقة جاهز مارتينز جاهز أعتقد أنه المباراة واضحة من رح تقول للشباب بالنسبة لي رح تسجل أكثر من هدفين أنا أقول لكم تقريبا رح تنتحي بنتيجة ثلاثة واحد للشباب بكل مانا الفريقين يسجلان نعم وبس هذا هو توقع للمباراة الشباب رح يفوز بنتيجة ثلاثة واحد أمام ضمك بكل مانا اليوم بإذن الله يعني ضمك مستوى خفض واضح أنه ضمك هذا الموسم هو أول الهبطين من بدري أنا نقول لكم من بدري المباراة اللي بعدها الاتحاد والقادسية بكل مانا الاتحاد يعني مستوى متذبذب عرفتوا كيف؟ أنه يعني فاز لك بعدين تعثر بعدين تعثر لكن بكل مانا أنا أشوف الاتحاد الأقرب لهذه المواجهة أقرب من القادسية ليش؟ القادسية بدأ بداية حلوة بس قاعد ينخفض 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 أنا أعتقد أنه المباراة هذه بسبب يعني عامل الأرض وكل شي أعتقد أنه الاتحاد هو الأقرب في هذه المباراة نعم الاتحاد رح يفوز في هذه المباراة وراح يكون عدد الأهداف أكثر وأنا أقول لك لا يوجد تعادل نعم الفريق سحر زياد دفلو أو الاتحاد أنا أتوقع الاتحاد رح يفوز بنتيجة تقريبا ممكن 2-0 أعتقد أنه الاتحاد يفوز 2-0 أنا حطت هنا الفريقين سيسجلان لكن اللي أنا أقصد أنه يعني القادسية ما رح يسجل القادسية ما رح يسجل صدقوني طيب خلصنا من مباراة اليوم الأول اللي هو اليوم بإذن الله 45 الشباب وضمك الاتحاد والقادسية 47 نروح لمباراة بكرة تفتتح وهي مباراة واحدة أصلا العين اللي ما شاء الله تبارك الله فريق جدا ممتاز بالنسبة لي أنا مشجع للعين وأتابع كل مباراة العين عرفتوا كيف؟ العين قاعد يقدم مستوى جميل 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 في بداية الدوري ما قدر يفوز بسبب الظروف اللي كان هو فيها كل شوي يجي غياب المدافع لسه ما وصل الفريق لسه ما تناغم لكن الآن فريق صار كامل الرايد فريق قوي لكن مع احترامي أعتقد أنه العين هو الأقرب لهذه المباراة بكل أمانة العين ما شاء الله تبارك الله فريق جميل باستوس إخوان بي بشاس متايدر لعيبة كثير موجودين في العين صدقوني العين هو الأقرب لهذه المباراة أنا أعتقد العين رح يفوز بإذن الله رح يفوز بنتيجة ممكن واحد صفر على الرايد نعم أحس أكيد مباراة شوية باردة الأجواء باردة في الباحة أو زي كذا فأعتقد أنه العين واحد صفر نعم خلصت المباراة يوم الجمعة العين والرايد الساعة ثلاثة وخمسة وثلاثين ندخل على المباراة يوم الأحد اللي فيها ثلاث مباراة بكل أمانة تعتبر حلوة التعاون والاتفاق ما أدري الاتفاق ساير سيء جدا والتعاون قوي صراحة التعاون شوفوا مستوى في أخر الجولات كيف يعني متذبد شوفوا تعادل فاز خسر تعادل فاز لكن كان عنده غيابات أمام القادسية وأمام الاتحاد لكن اكتمل أمام التعاون أمام الوحدة وفاز على الوحدة أعتقد أنه التعاون ما تعادل مع الاتحاد لا لا تعادل صاح صاح الله مرين يسجل طيب على العموم نرجع نعطي توقعنا المباراة التعاون بالنسبة لي هو الأقرب الاتفاق مستوى سيء جدا هذا الموسم ممكن أرشح الاتفاق بالهابطين ليش لا التعاون نعم رح يفوز أكثر ما أعتقد أنه أكثر أنا حطيت أكثر كشكل بس لكن كتوقع أعتقد التعاون رح يفوز 1-0 المباراة اللي بعدها الوحدة والباطن بالنسبة لي توقع الوحدة فعلا رح ينفجر ابتداء من هذه المباراة الوحدة رح يفوز أكثر رح تنتهي المباراة بنتيجة 3-2 الأهلي والفيصلي بالنسبة لي هذه هم مباراة في الجولة مباراة جدا جميلة وممتعة وقوية الفيصلي والأهلي متعدلين بالنقاط تقريبا أول أهلي متفوق على الفيصلي بنقطة الأهلي في هذه المباراة رح يغير في التكتيك رح يبدأ مبدئيا في قلوب الدفاع بعبدالباسط معتز الثنائية حلوة أنا فضلها أكثر من خبراني خبراني عليه غلاط كثير صدقوني عبدالباسط معتز رح ينجح في هذه المهمة بإذن الله بالنسبة لي توقع هو فوز الأهلي بإذن الله في هذه المباراة أعتقد أنه ما رح يتسجل أكثر من هدفين أتوقع أنه رح تنتهي بـ 1-0 للأهلي نعم 1-0 أنا أتوقع أنه 1-0 للأهلي خلصنا المباراة يوم الأحد التعاون والاتفاق 3-4 الوحدة والباطن 16 الأهلي والفيصلي 47 نروح على المباراة يوم الخميس واللي هو آخر يوم عندنا في هذه الجولة وبعدها رح ترجع المباراة يوم السبت هل فتو كيف؟ في يوم الخميس في عدة مباراة في عدة مباراة وهي مبارتين لكنها حلوة أبهو النصر بالنسبة لي النصر رح يفوز في هذه المباراة بكل مانا حتى لو كانت فرضها بها أكثر النصر رح يفوز في هذه المباراة بنتيجة 3-1 حلو؟ خلصنا من مباراة النصر وأبهو المباراة اللي بعدها الهلال والفتح منافسة قوية بكل مانا منافسة قوية بين الفريقين الهلال الأول الفتح الثالث مرة منافسة قوية أبدا 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 ما هي سهلة أبدا ما هي سهلة والله ما هي سهلة أبدا للهلال والفتح الفتح قوي ما شاء الله تبارك الله هذا الموسم قاعد يقدم مستوى جدا جميل والهلال فريق كبير ما نختلف على هذا الشي بكل مانا لكن صدقوني الفتح ما رح يعدي هذه النبارة على خير رح يلعب بأحسن ما عنده خصوص الهلال عنده النهائي يوم السبت ما أدري ممكن يتجر بسبب المطار ما ندري لكن إذا الهلال لعب النهائي يوم السبت رح يكون عليه شوية ضغط تخلص من النصر يجيك الفتح صحيح الهلال مرتاح أنه قاعد في الرياض ما فيسافر أي مكان لكن والله الفتح قوي والله الفتح قوي أنا بالنسبة لي أعتقد الهلال رح يفوز لكن الفتح ما رح يضحي بالمبارة بسهولة ممكن يتعادل وترى أقل إذا بيفوز الهلال صدقوني بيفوز 1-0 2-0 ما رح يفوز أكثر ما رح يفوز بنتيجة كبيرة الفتح جدا قوي هذا الموسم مرة قوي بكل معانا على العموم هذه توقعاتي أوكي جاء إعلان غلط فوقت غلط هذه توقعاتي للجولة كان معك فيرس فيرس وفشل يلا تعطوني توقعاتكم تحت في التعليقات لمبارياتنا في هذه الجولة بإذن الله شكرا لكل من شاهد المقطع للي سأل عن كرير مود رح يرجع بإذن الله في الأيام القادمة رح يرجع نزل بس قطعت الأسباب خاصة حاليا خلاص كل شي موجود بإذن الله رح يرجع نزل لكم كرير مود في الفترة القادمة ويلا لا تنسوا تدعموا هذا المقطع بلايك وتنشر القناة في كل مكان خلونا نوصل 55 ألف قبل نهاية هذا العام فارس وفارس وفشل تحياتي للكل ترجمة نانسي قنقر